إذن نفتح ملف القمة العربية الصينية ومشاركة العراق مع ضيفنا المحلل السياسي سيد حمزة مصطفى سيد حمزة مساء الخير ونتحدث ابتداء عن لربما من خلال القمة العربية الصينية تغير في الستراتيجيات الخارطة الاقتصادية إلى حد كبير تغيرت أيضا مشاركة عراقية مهمة كيف نفهم الدور العراقي في هذه القمة سيد حمزة نعم شكرا جزيلا لكم والمشاهدين الكرام الحقيقة نفهم الدور العراقي في مستوين المستوى الأول العراق والصين علاقتة قديمة بالفعل وعلى أقل الآن حتى في هذه المرحلة بدأت انفتاح العراقي على الصين في جمع الحكومة السيد عاذل عبد المهدي وتم توقيع مذكرات تفاهم والتفاقيات وأمور كثيرة في العراق سبق بعض الدول العربية في الانفتاح على الصين من منطلق العمق في العلاقات بين البلدين من فترات طويلة والجانب الثاني هو الآن التغيرات التي حصلت في العالم بعد الحرب الروسية الأوكرانية وهذا أدى إلى متغيرات في استراتيجية الدولية على ذا تحدثنا عن بلات المتعدة الأمريكية التي كانت المنطقة من صلب اهتماماتها لكنها خرجت من المنطقة واتجهت إلى الصين وعوسيا باعتبارهما خصمين كبيرين لها لكن اضطرت العودة ثانية غير أن دول المنطقة بدأت تبحث عن مصالحها بعيدا عن الغطاء الأمريكي لذلك تأتي هذه القمة العربية التي عقدت في الرياض بمشاركة الصين والدول العربية تكريس لهذا الاتجاه ولذلك العراق من هذه الناحية سينسجم مرتين مع هذا التطور أولا معه هو عمقا في العلاقات مع الصين طيب فمن هذه الناحية هذا أمر سيتكرس أكثر والجانب الآخر هو انفتاح العراق على مجمل دول المنطقة خصوصا المحيط العربي لجهة ما تحدث به رئيس الوزراء أمام الجميع من أن العراق الآن يعتبر فرصة واعدة للجميع على صعيد الاقتصاد والاستثمار والتنمية وهذا أمر أصبح متاح من يريد أن يبني علاقات ذات مصالب المشتركة لكن سيد حنزة المراقب دائما ما يتحدث عن محاذير لتقريب عراقي صيني اقتصادي طبعا نتيجة لربما سياسة المحاور البعض يتخوف أن يذهب العراق باتجاه الصين على حساب دول بعينها هل من خلال هذه القمة العربية الصينية تم تذليل هذه المحاذير أو إنهاها على شكل كامل إذا تحدثنا عن المتغيير السياسي الذي حصل هذا أثر على مفهوم التحالفات أو المحاور يعني الآن العالم بدأ يتجه نحو التكتلات أكثر من المحاور أو الأحلاف فالتكتلات مفهومها اقتصادي أكثر مما هي مفهوم سياسي ولذلك الآن عندما اجتمعت هذه الدول حتى الدول بعض الدول العربية كانت أمريكا بالنسبة لها على مستوى الحلفاء يعني الحلف متكامل يعني هناك قواعد أسكرية أمريكية في هذه البلدان وهناك مفهوم حماية الآن هذا الأمر اختلف هذه الدول بدأت تبحث عن مصالحها ضمن هذا التكتل وهذا أمر لم يعد يعني ممكن أن يعني يسبق محور أو تحالف انتهت هذه الأمور تقريبا أصبح الآن الاقتصاد هو اللغة السائدة في العالم وهو اللي يحرك مستقبلا المتغير السياسي رح يكون المتغير السياسي هنا يتبع يتبع الاقتصاد فالتكتل هو اللي رح يكون بديل للتحالف وبالتالي لسياسة المحاورة طيب القمة هل ستلبي تطلعات العراق بمشاريع الاستثمار مشاريع الاعمار يعني فيما يخص يعني رفع حجم التبادل أيضا التجاري للعراق نعم نحن نرى كل معظم القمم اللي تعقد قمم إجرائية يعني واحد يروح لها مضطر يكونها قمم دورية مثل القمم العربية أو بعض القمم الأخرى وتصدر بيانات تكتب مسبقا في العادة وبس يوقعون عليها وتنتهي كل شيء طيب هذه القمة الوحيدة اللي هي محورها الاقتصاد فبالتالي هي من تكون القمم بهذا الطريقة هذه إذن ملزم تطبيق المحور الاقتصادي طبعا وجانب العملي هو السائد هنا لأن هنا الاعتبارات الاقتصادية اللي راح تبرز وكل بلد يقدم أفضل ما لديه على صعيد الفرص الاستثمارية والاقتصادية فبالتالي هنا يكون الميزان الاقتصادي هو الأزاس وليس الميزان التجاري أنا لا أميل إلى مفهوم الميزان التجاري باعتبار إحنا لحد الآن ميزان التجاري لصالح البلدان التي نستورد منها باعتبار ما زلنا يعني فقط نصدر نفط إلى حد كبير واللضاعة الأخرى ما زلنا يعني في مراتب متذنية ولكن إذا تم تفعيل الاستثمار والتنمية في البلاد وبدأت الشركات الأجنبية تتكل راح يكون وضعنا مختلف على صعيد التنمية والاستثمار كانت فرصة أيضا سيد حمزة القمة العربية الصينية من قبل رئيس الحكومة السيد محمد الشيع السوداني أن يدعو المجتمعين العرب إلى الاستثمار في العراق ولربما هذا أيضا فرصة إلى يعني إعادة علاقات مهمة علاقات عربية عراقية إلى الواجهة عن طريق هذه القمة ومن منظور اقتصادي هل تعتقد أنه حان الأوان إلى استثمار عربي في العراق وفق إطارات معينة ونتحدث الآن عن إطار اقتصادي بحت أصلا تأخر الأوان إذا تحدثنا عن هذا الموضوع كان يفترض أن يحصل هذا قبل هذه الفترة ولكن الآن أن تأتي متأخر كما يقولون أفضل من أن لا تأتي الآن في هذه القمة المجال المفتح فبالتالي أصبح الجميع يبحث عن مصلحته العراق أحد أفضل الفرص الواعدة في المنطقة وبالتالي عندما يدخل الآن من يريد أن يدخل وأعتقد سيتم ذلك من كلا التنسيات التي ستقدم إلى هذه الدول أو شركاتها عبر البرنامج الحكومي للحكومة الحالية التي تحدث عنه السيد الرجل والذي عرض أمام البرلمان وتم تصويت عليه هذه هي الوحيدة التي ممكن أن تجعل أرضية قوية وبالتالي عندما تدخل هذه الدول أو الشركات سيكون الجانب السياسي تحصيل حاصل لم تعد القضية قبل كنا ننظر إلى الموضوع الانفتاح والمحيط العربي والإقليمي والإسلامي من منطلق سياسي يوجد عزلة وليش ولازم ندخل الآن الطرفين مستفيدين بل ربما الأطراف الأخرى تستفيد أيضا أكثر من لأنها تجد في نفسها الفرصة أن توسع انطاق مصالحها الاقتصادية مع العراق شهدنا كما تحدث قمم سابقة واتفاقات سابقة وغير ذلك وأيضا ربما كانت ملزمة لكن ما الذي سيتغير في هذه الاتفاقية لتكون كما تحدث ملزمة للجميع على تطبيقها لا نريد أن نرسم صورة وردية بالنتيجة ولكن المعطيات الآن تقول أن الأمر اختلف هذه القمة بها بعد عملي أكثر من أي قمم أخرى وبالتالي هنا الجانب العملي هو سيد الموقف أما نحن تبقى أيضا فرصتنا سنقدم تسهيلات سنقدر نتجاوز الروتين سنقدر نتجاوز حلقات الفساد كل هذه الأمور تبقى التفاصيل يجب أن ننتبه لها وضع العراق شروط ملزمة للدول التي تكون ثابتة على اتفاقتها مع العراق وضع مثل هذه الشروط بالجانب الاقتصادي الشروط تكون متبادلة متقابلة وبالتالي لا أحد يمكن أن يغبن في هذا الجانب وبالتالي الأمور تكاد تكون اتفاقيات ملزمة لأنها طرفين مستفيد من عدم الجانب السياسي الجانب السياسي عادة يكون مجالها مفتوح وواسع وفضفاظ وبالتالي ممكن يتم التنصل منه فيما بعد لكن في الجانب الاقتصادي ستضخ أموال فأموال لا تضخ إلا بعد تعرف أين خليتها فبالتالي الطرفين وهم إذا كانت شركة أو دولة كل الطرفين يمهد الأرضية المناسبة ماذا بشأنه جانب الأمني بعض الشركات بعض الدول كانت تتحجج بموضوع الأمنية وموضوع أمان العراق وغير ذلك وربما تنتهي بعض الاتفاقيات قبل أن تكتمل نحن الآن في الجانب الأمني وضعنا جدا جيد يعني كان عدنا قابل تدرون مفخخات وسائرات تنفجر في كل العراق الآن من سنوات هذا الموضوع لا يوجد داعش بدأت تنحسر تماما في مناطق معينة هنا وهناك لا تؤثر في المناطق المحاوضات الجنوية آمنة ما عدا بعض الدقات العشرة وغير هذا ما مقدور عليها فبالتالي البعد الأمني الآن متحقق ما عدنا أي مشكلة في الجانب الأمني اللي يمكن أن تجعل الآخر يتكوف والوحيد العائق الوحيد هو الفساد المالي اللي مفروض نعالج وضعه وهذا قضية الكرة فيما لعبنا في هذه النقطة جزيل شكر المحلل السياسي سيد حمزة مصطفى شكرا لك